يا بشرية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا في فيديو جديد معاكم احمد خالد دي النهار ده جاي نتكلم عن طريق فك حظر الاركم الطريقة مش مؤكدة قوي بس انا شفت اه كذا شخص بيجي يعملها وكذا شخص بيقول ان هي اه شغالة بنسبة مية في المية بس انا عن نفسي لحد دلوقتي مش متأكد منها يعني انا برضو ما بقولكش ان الطريقة دي اتفعالة ولا لأ علشان ما تجليش في تعليقات تقول انت بتجدب او انت بتحاول تلم مشاهداته خلاص او انت بتنافق او غيره او غيره انا بقولك الطريقة انا مش عارف مضمونة ولا لأ انت كده كده معاك الفيديو اتفرج على الفيديو مش هتخسر حاجة ولو الطريقة اقنعتك او شايف ان هي اه تنفع فعلا تقدر ان انت تستخدمها في اه فك حظر الرقم طبعا الدعم ما بيردش على حد يعني الدعم مش بيرد على حد خالص فهنا اه في صغرة كده تخلي بها الدعم يرد عليه اول حاجة هتحتاجها ان انت تعمل جيميل جديد ويستحسن ان انت تربطه برقم تليفون علشان برضو يعني يبقى فيه ثقة اكبر او يعني المهم يعني قادي الجيميل جديد اهو لسه عامله دلوقتي حالا قبل ما ابدأ تصوير اهو والحاجة بتاعته هي حتى هناك بريد المرسل ما بعدتش منه رسالة تمام انت كل انت هتعمله هتفتح الجيميل الجديد زي ما انا بنفتحه كده وهتدوس على كلمة انشاء تمام هتدوس على كلمة انشاء هيبدأ ان هو يجيب لك المكان اللي هتكتب فيه الرسالة الى اللي هو هتبعت الرسالة المين هبقى انا سايب لك الكلام ده كله في هتحط دي دية اول واحدة وبعد كده هتدوس التالي وبعد كده هتروح اطي دية التانية واحدة وهتدوس التالي وبعد كده هتحط دية التالية واحدة تالي رابع واحدة تالي خامس واحدة التالي هي هي ده. سايدة واحدة. تمام. احنا كده حطينا الرسالة تتبعت لمين? في الموضوع هنا بقى هنعمل ايه? هنحط ده. اللي هو سؤال. اهو. سؤال يتعلق بالاصدار التجريبي للواتساب. تمام كده? تمام. في انشاء الرسالة ديت بقى هنحط الكود اللي انا عسبهه لك ده. اهو. طبعا الطريقة مش بتاعتي. الطريقة انا ببنسبش الطريقة لنفسي. الطريقة مش بتاعتي. علشان ما حدش يجي يقول لي اه انت بتسرق الافكار. انت بتسرق الطرق بتاعت الناس. مش عارف ايه الكلام ده كله. الطريقة مش بتاعتي. انا بحاول افيد الناس. بحاول افيد الناس اللي بتتبعني. ناس كتير اوي كلمتني يا رقمها محظورة. فانا يعني بحاول احلل لكم المشكلة على قد ما اقدر. علشان برضو يعني الموضوع بقى زيادة عن حد ده قوي يعني. فاني الطريقة مش بتاعتي. والطريقة انا مش متأكد منها مضمونة ولا لأ هتفك الرقم ولا لأ. بس احنا بننفزها مع بعض. هنبعت رسالة من السهم اللي فوق. وكده الرسالة تبعتت معينا. من غير ما نحط الرقم بتاعنا. يعني لو اخت بالك انا بعت الرسالة من غير ما حط الرقم بتاعي. يعني رقمي مش موجود في الكود. بص كده. انا هفتح لك الرسالة تاني بعد ما تبعت ايه. رقمي مش موجود. بص كده مرحبا فريق واتساب. اه او فريقه لقد تم حظر رايح سابي على طريق الخطأ. ارجو متابعة الموضوع والحصول على المساعدة في اقرب واحدة ممكن. وشكرا مع تحياتي مع تحياتي فريق الدعم. انا هنا ما حطتش الرقم بتاعي في الرسالة خالص. خالص. لو قد اخد بالك ان الدعم مش بيرد على الرسال بتاعة الناس اللي بتحط الارقم بتاعتها في اللهم صلى على النبي الكود يعني. يعني ما بتحط رقمك في الكود ما بيردش. يعني مسلا مرحبا فريق الدعم ده لو حطيت رقم هاتفي مش عارف كذا كذا مش هيرد عليك. دلوقتي رد عليها في نفس الدقيقة. في نفس الدقيقة. هنا بيقول لي ايه بقى? بيقول لي نحن انت فاهم انك لا تستطيع استخدام واتساب. لمعالجة هذه المسألة بسرعة افتح واتساب ادخل ادخل رقم هاتفك ثم انكر ثم انكر على فريق الدعم بيمكنك ايضا رد على زي الرسالة مضيفا رقم هاتفك مكتوبا بالشكل الدولي الكامل. يعني كلنا محتاجه ان انا ادوس رد وبعد كده زي ما انت ما تشوف كده انا احض الكود تاني مرة كمان. وهاجي هنا بقى بعد كلمة ممكن وهكتب رقم هاتفي هذا. وبعد كده هحط الكوثين دولت وفي النص هنا هبدأ هحط الرقم بالكود بتاعة الدولة. يعني انا كود بتاعة الدولة بتاع مصر بالنسبة لي اتنين زيرو وبعد كده رقم التليفون. تمام انت كود الدولة بتاعتك انت على حسب الدولة اللي انت فيها. تمام انا هنا هو دوت رقم التليفون ادي واحد كمان خمسة تسعة تسعة ستين ستة وستين. ادي كده الرقم هو. هنا بقى مساعدة في اقرب وقت ممكن رقم هاتفي يا هزا. او او ايه مسلا ارى بوقت ممكن احنا مش عايزين برضو نجود يعني. مش عايزين نجود. اه تمام. وممكن برضو ترد عليهم بالكود بتاعة الدولة بس. يعني انا لحد دلوقتي برضو الطريقة هي نفعت مع ناس كتير قوي وناس كتير قوي لما قلت لهم عليها قالوا لي الطريقة شتشغالة وتمام وما فاش اي مشاكل. بس انا لحد دلوقتي لسه ما جربتهوش. يعني انا لحد دلوقتي لسه ما جربتهوش. انا هنا هبص الدعم يبعط لي كام رسالة. اهو بص لحد دلوقتي الرسال بتاعت الدعم عمالك جيلي. اهو نحن نتفهم وبعد كده فوق هنا برضو نحن نتفهم وبعد كده هنا برضو نحن نتفهم. فالدعم بيرد علي في كل الرسال اهو. اهو بص كم مرة. لان انا بعدت الكزا جميل لتبع الدعم. يعني هنا بص هتلاقي الجميل بتاع الدعم عامل ازاي? فهي ديت الفكرة. تمام? احنا دلوقتي كده بعتنا للدعم. والرقم بتاعنا زي ما انتم ما شفتو في اول فيديو كان محظور. دي قطة الطريقة طبعا اللي انا بتكلم فيها او اللي انا بتكلم عليها اللي هي بتفكلك الرقم بتاعك في يعني بمعنى اصحي كده في مدة صغيرة جدا يعني. زي ما انت ما شايف لحد دلوقتي الدعم لسه عمالي رد علي ويقولولي رد على الرسالة بتاعتنا بالتنسيق الدولة. هرد على الجميل التاني بتاعهم. وهكتب الرقم بتاعي بتنسيق الدولة زي ما انت ما شايف اهو اهو بالشكل ده اهو بتنسيق الدولة اول حاجة زائد اتنين بعد كده زيله عشرة واحد خمسة تسعة تسعة ستين ستة وستين وبعد كده هبعته الرسال هو هنا بيقول لي رد على الرسالة بتنسيق الدولي فانا كده رديت ردين اه واحدة على الرسالة بالكود والتانية بتنسيق الدولي زي ما هو ما قال لي فانا كده يعني اعتقد انا يعني مزبط كل حاجة الطريقة ديات انا ما جربتهاش شخصيا والحد دلوقتي برضو مش عارف فعالة ولا لا بس الطريقة ديت ناس كتير قوي بتقول ان هي مصبوطة وناس كتير قوي بتقول ان الطريقة ديت نفعت معاهم وقدرت فعل ان هي تفكرهم من ارقام بتاعتهم انا مش عارف الموند اللي هيتفك فيها الرقم ادي ومولسة برضو مش عارف الرقم هيتفك ولا لا بس الطريقة فعالة مع ناس كتير قوي وناس كتير قوي يعني شهدت واثبتت كمان ان ارقامهم كانت محظورة وفكوا ورقمهم ما كملوش كمان وقت كبير بالطريقة دي فانا هسيب لك الكلام ده كله في الديسكريبشن هسيب لك في رابط في في الديسكريبشن الاكواد كلها اللي انت محتاجها وتقدر ان انت تبعت للدعم والدعم هيرد عليك زي ما انت ما شايف كده الدعم ما كانش بيرد عليها الاول دلوقتي بدأوا ان هم هيرد عليها لما استخدمت الطريقة دي تخلينا مسلا نخش كده نشوف اي جيميل تاني من الدعم ما كانش بيرد عليهم اه خلينا مسلا كمثال نخش عالجيميل بتاع الجيميل ده خلينا مسلا نيجي هنا عند البريد المرسل اللي انا بعدته بص اهو انا بعيت هنا للدعم وبقول لهم طبعا اه سهل حاول لها حظر رقم ياتفي ومش عارف ايه وايه والدعم طبعا ما بيردش الدعم حتى بسالة بتوصله وما فيش اي حاجة ما فيش رد خالص منهم اهو فالمشكلة ذات نفسها يعني مش معروفة يعني المشكلة بتاعت ان الدعم ما يردش عليك ديت مش معروفة اهو ادي رقم تاني اهو ادي برضو نفس الفكرة والدعم برضو ما ردش عليها غير هنا وبعد كده ما ردش عليها تاني لما بعتلهم الرد بتاعي اهو فالدعم ما بقاش يرد على حد خالص فعلشان كده الطريقة ديت ناس كتير قوي بتقول ان هي نفعت معاهم والدعم رد عليهم وقدر ان هو يفتح لهم الرقم كمان والطريقة شغالة حتى دلوقتي كده كل حاجة تمام وكل حاجة عشرة على عشرة ولو الطريقة نفعت معاك انت تسيب لي كومنت اه ان الطريقة نفعت معاك علشان برضو هيقدر تفيد غيرك يعني لو نفعت معاك ما تتفرجش على الفيديو وتخلع بمعنى صح لا انت كومنت لازيلت كده اقول لي الطريقة نفعت وانا فكيت رقمي بيها خلي غيرك برضو يستفاد زي ما انت ما استفاد انا بنزل الفيديوهات ديت بغرض التعليم مش بغرض ازة حد زي ما انات كتير او بتفتكر ان انا بنزل طرق تطيير الارقام او غيره بغرض الازة انا بنزلها بغرض التعليم او معنى صح الحماية او غيره مش شرط ان الاسباب بتاعتي تبقى يعني مضرة فلحد دلوقتي كده الدنيا تمام وكل حاجة عشرة على عشرة لو انت اقول مرة تشوفني ولو انت اقول مرة تشوف فيديو ليهي من ستاشترا معا لايك للفيديو وتشترك في القناة وهشوف اشتركوا في القناة السلام عليكم